موسيقى مساء الخير سمانة كتير عن مشاكل وكوارث بتحصل بسبب الجواز العرفي في مصر زي إن الزوج يطلع ندل ويسرق من مراته عقد الجواز اللي مش متوسق طبعا وتبقى كده قدام القانون والدولة مش على زمته مفيش حاجة تثبت حقوقها أو إن الزوج هتخلف والقب ما يرضاش إن هو يعترف بابنه أو بنته ولو مات قبل ما الموضوع يتحل يضيع حق الطفل في النسب والميراس سناء بطل القصة حقيقية النهاردة فتحت عينينا على أزمة جديدة من أزمات الجواز العرفي المصايب اللي بتيجي من وراء كتير قوي لما بعتت تقول لنا إيه بقى الحقوني أبويا جوزني عرفي عشان السن والجوزي مات قبل توصيق العقد عشان نفهم المشكلة كويس ونحاول نسعيدها تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف سناء بعثنا تقول لنا إيه اسمي سناء وعندي 18 سنة والقصة بدأت من 3 سنين كان عندي وقتها 15 سنة وفي يوم جارتنا جات تخبط علينا وقالت أنا عايزة سناء لابني الصغير كان سن وقتها في العشرنات وجارتنا دي طول عمرها كويسة معايا جداً وكانت بتحبنا وبتيجي عندنا كتير ولما والدي قال لها بس سناء لسه صغيرة قالت له ماله نخطبها وربنا يسهل وبكرة الأيام تجري بسرعة وسناء تتم 18 سنة وفضلت تلاحى علينا لحد ما وفقنا وبعد الخطوبة أنا وخطيبي حبنا بعض هو كان بيحبني قوي وما كانش فيه أي اختلاف ما بيننا نهائي اتخطبت سنتين وشوائي وفي فترة الخطوبة كنت بروح أعمل لحماتي كل حاجة عشان أثبت لها إنها في مقام أمي وإني هبقى بنتها مش مرات ابنها حتى لما كان بتحصل مواقف مش حلوة منها وترميلي كلمة كده ولا كده كنت بعديها عشان ما تحصلش مشاكل لحد ما في يوم لقيت خطيبي وحماية وحماتي جاي لنا زيارة في البيت وفتحوا أبويا إن ابنهم عايزي تجوزني أبويا ساعتها اتاخد وقال لهم بس البنت لسه صغيرة وما تمتش السنة القانوني فحماتي قالت له هي خلاص قرابت تتم نجوزهم دلوقتي على السنة عرفي ونفرح بيهم وكلها كم شهر والبيت التمت 18 وساعتها نبقى نغير العقد العرفي ده ونخليه رسمي وبعدين يا حج لحنا أول ولا آخر ناس بتعمل كده وحاولين ناس كتير عاملين كده وعايشين مبسوطين فابويا قال لها افكر وارد عليكم فحماتي بعتت لنا ناس كتير قوي عشان ابويا يوافق وفضلت تحلف انها هتشلي في عنيها وان الموضوع بسيط ومش محتاج تعقيدات من هنا لهنا بابا وافق واتفقوا أول ما تم السن القانوني يكتبوا رسمي على طول وتجوزنا اتجوزت وسكنت مع جوزي في حتة بعيد عن بلدنا شوية بعيد عن بيت أهلي وبيت أهله وكان بيتعب في المواصلات وبيصرف فيها كتير مع انه يعني كان شغال في شركة ومرتبه مش قد كده لكن مش هي دي المشكلة المشكلة كانت ان حماتي بعد الجواز اتغيرت معايا 100% وكل ما كانت بتيجي تزورنا كانت بتحاول تقوم جوزي علي وكانت بتغير عليه مني لدرجة انه في مرة كان قاعد جنبي قامت زعاقت له زعاقت له وقالت له تعالى قاعد هنا جنبي ما كانتش عايزايا يعيش معايا كانت عايزايا يقعد معاها هي بصراحة جوزي في الأول كان كويس بس كان بيحاول يرضيها كده وكده قدامها وبيني وبينه يصالحني ويقول لي معلش دي ستة كبيرة وانتي مراتي حبيبتي اللي مليش غيرها وانا كنت بسكت عشانه كنت كل ما اعمل أكل كانت تقعد تعيبلي عليه وتقول لي انتي ما بتعرفيش تعملي حاجة وعلى طول مكشرة في وشي لحد ما في يوم جوزي لقى شققة حلو في البلد وقال لي أمه الشققة دي لقطة وكمان حنقل وبقى جنبك وفجئت يومها ان حماتي ما رضيتش ان احنا ناخدها وقالت له لأ احنا صرفين على الشققة اللي انت ساكن فيها دي شقو شويات واستلفت لحد ما وضبتها لك هي امرتك اللي بتمشيك ولا ايه وفي يوم انتهزت الفرصة ان جوزي في الشغل وفضلت تزعق معايا وشتمتني وقالت هوبني بيسمع كلامك ليه شكلك سحراله وعمل له عمل مش بعيد عليك بيقابليني لو خادلك الشققة دي قلت لها الشققة دي في مصلحتنا عشان نوفر اللي بنصرفه في المواصلات وتنرفزت عليها وقلت لها عمل ايه والسحر ايه اللي بتتكلمي عنهم ما تحسبي على كلامك انا وقالي بنعرف ربنا وما نعملش كلام فاضي من ده ابنك هو اللي عجبته الشق وهو اللي اتفع عليها واخدها مش عاجبك روح اخديها منه انا مليش دعوة انا يا دوبك باخد مصروف البيت منه ومليش علاقة باي حاجة تاني عشت معها شهور صعبة قوي كنت بعاني فيهم وكنت مستحملة عشان خاطر جوزي بصراحة ولما كارب بتزعلني جوزي كان بيجيبلي حق عشان انا ما كنتش برد عليها وكمان ابنها الكبير كان بيعزني زي اخته اكتر بسبب اني كنت باحترمه وبقدره وكانت العلاقة بيننا جميلة وطيبة وهي كانت بتتدايق وتقولي انت اخدت مني عيالي الاتنين حما صعبة جدا ايه لحمة دي طب قبل الجواز كانت بتقول ان هي هتشيلها في عينيها دي زي بنتي بعد الجواز كم شهر قلبت عليها تعالوا نكمل اكيد هيظهر اكتر واول ما تميت السنة قانوني ابويا بعت لأهل جوزي يفكرهم بالاتفاق اللي ما بيننا وكانت المفاجأة انهم ما رضيوش يكتبوا قالوا اصلحنا معناش فلوس دلوقتي واول ما ربنا يسهل ويجي لنا قرشين هنكتب على طول فاصبرنا عليهم شهر كمان وبرضو فضلوا يلوعون وما يرضوش يكتبوا رسمي فابويا اتكلم مع جوزي كلام جامد وقال له انا لحد دلوقتي مستني ابوك ينفذ اتفاقه معنا بالحسنة بس لو ما كتبش كتابك على بنتي رسمي انا هاخدها منك وفي الفترة دي جوزي كان قاعد من الشغل والدنيا مزنقة معاه وطبعا كانت الاعصاب مشدودة فاتخنقنا بسبب المصاريف عشان كنت دخلها جمعية ب300 جنيه في الشهر وكنت بدفعها من مصروف البيت وفي مرة البيت ما كانش فيه اكل وفضلت انا وجوزي لحد بعد العيشة من غير ما نحطه لقمه في بقنا وبعد قداني العيشة جوزي نزل وسابني لما ماما كلمتني في التليفون وعرفت بلا حصل قالتلي تعالي يا بنتي عندي ورنت عليه قالتله تعالي يا محمد انا عايزك ولما جي كان اول مرة في حياته صوته يعلى على امي وتخنق معها جامد فامي قالتله انت بتزعق وتتخنق ليه هو انا قلتلك حاجة غير الاصول اعمل لبنتي مصروف 20 جنيه كل يوم او 10 جنيه 10 جنيه ليها هي و10 جنيه لك جامعية قال لها لا كده كتير علي قالتله 20 جنيه كتير قال لها اه المفروض بنتك متاخدش مصروف انا هجيب لها كل حاجة البيت وخلاص بس ماما قلتله ماينفعش لازم بنتي يكون معها مصريف ما تجيب حاجة البيت وتدفع جامعيتها افرد سبتها في مرة طول اليوم من غير اكل ما كانتش في حاجة تاكلها زي ما حصل قال لها انا ما قلتلهاش تخش جامعيات وخلاص بنتك عندك وخد بعض وماشي فضلت غضبانة اكتر من اسبوعين معرفش عنه اي حاجة وابن خالتي كان معاه في الشغل جيف يوم لقيته بيرن علي بيقولي جوزك عمل حادثة صوتت قوي ما سمعت الخبر بس ابن خالتي فضل يطمني وقال لي ما تخفيش هو كويس دي بس التجلطات بسيطة وعلى طول بلغت ابويا وحماتي والده ما كانش موجود فابويا هو اللي راح خده وجري بيه على المستشفى واتحجز هناك وعملوله عملية في وقت ما كنت منهارة وبعايت حماتي فضلت زعق معايا وتقولي كفايا تمثيل بقى لحد ما جالنا خبر وفاته بعد اسبوع بقى لله يا سناء ربنا يرحمه ويخفر له ويصبرك ويصبر أهله ويعينك على اللي جاي بتاعه نسمع أكتر بعد الوفاة حياتي اتضمارت تماما خدت عزة جوزي عند حماتي وحماية وأول مفاجأة حصلت كانت تالت يوم العزة يومها لقيت عم جوزي جاي وبيقولي بعد الشهور العدة هنجوزك أخوه ساعت أفضلت أسرخ جات لي حالة نيور ويريت الأمور وقفت لحد كده حماتي بعد الوفاة فضلت تقول علي أني كنت عارفة أن جوزي تعبان وما قلتش لحد عشان كنت عايزة موته وخالته عمت على العمها بقيت تقول علي كلام صعب قوي ولما رحت أزور جوزي في قبره لقيت حماتي وأختها هناك وأختها حماتي فضلت تشتم فيها وتضي علي وتقول لي حسب يا الله ونعم الوكيل منك لله وجم بعديها على طول عشان عايزين هدوم جوزي من الشقة فروحت فتحت لهم الشقة لقيت حماتي داخلة تلمي الهدوم كلها اتحيلت عليها تسيب لي أي تي شيرت أو أي حاجة من ريحك جوزي ما رضيتش وقالت لي لأ بعدين فتحت التلاجة وقالت لي يا الحاجة اللي في التلاجة دي أنت اللي جايبها وقالت لها لأ قالت لي طب لامي الحاجة اللي في التلاجة وهاتيها خدت الخضار والجبنة والفراخ وكل حاجة لحد ما لقيت سمنة بلدي ماما كانت جايبها جايبها لي في الموسم قالت لي لأ سيبي دي سيبي السمنة دي مش بتاعتنا مش إحنا اللي جايبينها قلت لها آه ماما اللي جايباه بس أنا مش عايزاها أنا شبعانة خديها أنت قالت لي أنا هطلعك من مولة بلا حمص وكانت عايزة تاخد الخاتم والدبلة بتوع شبكتي وكمان تاخد العزال بتاعنا رغم أني سألت شيوخ كتير في القصة دي وكل ما سأل حد يقولي دا حقك المصيبة الأكبر أنهم سيبني متعلقة من غير ما يوثقوا عقد جوازي العرفي من جوزي الله يرحمه العقد العرفي اللي معانا يا سلي من ورقتين ورقة مع حماية ورقة مع بابو لما بعثنا الحماية قلنا له لو عايزين العفش خدوه بس وثقوا العقد العرفي كان حماية يقولنا ماشي ويتوه في الكلام ويفضل يعدي يفضل يعدي في الأيام من غير ما يتحرك والحد دلوقتي ما وثقناش العقد لحد ما ناس قالت لنا دا هما رفعين قضية تعويد على شركة جوزك ومش عايزين يوثقوا العقد عشان انتي ما تخشيش معاهم في التعويد لو هما كسبوا القضية واتحكم له وأنا والله مش عايزة تعويد ولا ألف حاجة هتعوضني عن جوزي كل اللي عايزاه أني أوثق العقد ويطلع لي أسيمة جواز وشهدت وفاة عشان أثبت أني كنت متجوزة تعبت ومش قادرة أتحمل كل اللي بيحصل لي كل دا وأنا لسه سني 18 سنة قولولي أعمل إيه؟ خلصت بقى إيه؟ رسالة سناء بنعمل العاملة بعد كي نقول قولولي أعمل إيه؟ رسالة توجع القلب عملتي مشاكل كتير قوي سناء عدتي كتير قوي طب هتعملي إيه؟ مع أهل جوزك اللي مش عايزين يوثقوا لعقد العرفي عشان ما تخشيش معهم في قضية التعويد اللي رفعناها على الشرك طب في حق قانوني هيحفظ لها بقى حقها بعد ما جوزها ميت طب الدبلة والشبك من حقها ولا لا؟ طب دي تعمل إيه عشان تتجاوز تاني أو عشان تعيش حياتها طبيعي يعني لما هم دلاتي بقول لهم خدوا العفش ووثقوا العقد بقين إيهنا لتحت درسهم يا سناء بس هنحاول نتصرف أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل قصة النهاردة عن الجواز العرفي أو اللي بيسموه في الأريف الجواز على السنة اللي أهالي كتير بتعتمد عليه وبتجوز بيها بناتها عشان يعملوا إيه يتحيلوا على السن الرسمي للجواز وهم فاكرين إنهم كده ضحكوا على القانون ونفزوا لي في دماغهم بس في لحظة متأخرة قوي بيكتشفوا إنهم مضحكوا على نفسهم وده اللي حصل في قصة سناء اللي أهلها وفقوا على خطوبتها ويسنها 15 سنة ووفقوا إن هي تتجوز عرفي قبل ما تتم سنة 18 السن الرسمي والقانوني للجواز مشي ورا كلام أهل جوزة اللي قالوا لهم نجوزها دلوقتي عرفي ونفرح بيها ولما تتم التمنتاشر نبقى نكتب كتابها رسمي ونغير العقود لكن القدر كان ليه كلام تاني لما حمتها كمان اتغيرت معاها تماما بعد الجواز بقيت تحاول إن هي تعمل مشاكل بينها وبين جوزها وأهل جوزها فضلوا يمطلوا ويلوعوا لما بقى سنة تم التمنتاشر سنة عشان نوصق العقد جوزها توفى في حدثة وهو في الشغل تفاجئت إن أهل جوزها مش عايزين يوصقوا لعقد الجواز العرفي اللي عملناه لأن هم رفعين قضية التعويض على شركة ابنهم ومش عايزينها تدخل معاهم في القضية بقيت سنة يعيني متعلقة مش عارفة تثبت إذا كانت متجوزة ولا أرملة ولا إيه عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة الدكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نتكلم أكتر في موضوع سنة زيك يا مولي زيك يا دكتور أمل زيك أحلى عروسة أه بارك إيه مبلوك الموسم الجديد حبيبتي الله يبارك فيك أيوة دايما يا رب مع بعض يا رب يا رب دايما إي رايك بقى في القصة دي إي رايك في جواز القصرات والجواز العرفي اللي بيحصل لسى الغياد لأتي عايزين إيه بوسي هو دي ثقافة في المجتمعية في بعض بعض المحافظات يعني ما أعتقدش أنه منتشر قوي في مصر هو منتشر أكتر في المحافظات وفي السعيد وفي كده وده بيكون نتيجة أنه عندهم المعتقدات بتاعتهم أن جواز البنت سترة وأن تسترها لازم تتستر يعني فكرة سترة البنت بالجواز دي فكرة موجودة في السعيد وفي الثقافة الشعبية بتاعتنا تمام؟ في فكرة تانية بقى فكرة الاحتياج المادي يعني الناس بيخلفوا بأعداد كبيرة بيبقى عنده بنات وولاد وعاوز يخلص من البنات بسرعة علشان يفوق لتعليم الولاد مثلا أو يبقى عنده يعني دايما دايما اللي احنا بنسمعه أنه هما بيجوزوا البنت علشان يخلصوا من مسئوليتها طب هي الأهالي دي بتبقى أسوية؟ لا مش مسئولية أسوية أو مش أسوية هو تقاليد يعني وغرف ماشيين عليه طب هلوش دعو بالصحة النفسية؟ هو الصحة النفسية بتبقى مش كويسة بالتبعية كده يعني تلقائيا نتيجة الظروف اللي بيعيشها النوع ده من الناس الناس ده بيعيش في ظروف اجتماعية صعبة الناس دي بتعيش في فقر في جهل فعادات وتقاليد ما لا تمت للدين بأي صلة يعني شكلها من بره عليه برواز دين البنت ممكن تتجوز في سن كام؟ يعني من سن كام؟ طب بنت يعني خلص بتتقهل النية بيقول 18 سنة لا لا بتكلم عن الصحة النفسية والقانون طبعا فوق كل بس الصحة النفسية بتبقى ما تجوزة ام تانية تفتح بيت؟ يا ممكن 18 سنة أولا ما ينفعش نعمم من وجهة نظري من ناحية نفسية ما ينفعش نعمم لأن احنا ممكن نلاقي حد عنده 17-18 سنة عندها ندوج وفتروح المدرسة أو متعلمة وممكن تكون خادة سنوية عامة في السن ده ودخلت جامعة فيبقى عندها شخصية وعندها ندوج نفسي وعندها وعي وعندها ثقافة فتقدر تفهم أو تستوعب يعني إيه جواز المشكلة بيبقى في اللي ماكملش تعليمه ليه ليه بقى ما كجداتنا تجوزوا اللي ماكملش تعليمه بيبقى خلاص اتزارع من جواها من وهي طفلة إن هي أول بس ما تشد حلها كده وبان عليها مع عالم أنوسة خرط البنات يخرطها بالتعبير بالتعبير ده لازم تتجوز عندها بقى 15 عندها 14 عندها 12 عندها 17 يعني خلاص هو خرط البنات خرطها فهي لازم تتسطر نسمعها كتير جد ونخلص من مصارفها طبعا مش كل الأرياف ومش كل المحافظات ومش كل الصعيد يعني في نوابغ في كل الأماكن ننا بتكلم عليها ده زي ما فيه جانب سلبي فيه جانب إيجابي لكن دلوقتي إحنا إخوصينا الجانب السلبي إحنا ليه كده ليه كده لأنه فيه شريحة من المجتمع في المناطق دي جهلة شفاكين الجواز ده هو أحسن حاجة تحصل للبنت تتسطر وتتجوز هي ما غصبوهاش على الجواز يعني في القصة بتاعتنا بتاعت سوريا النهاردة نا بتاعت سنة لا ما غصبوهاش مشكلة أنهم حببوها في ده حماتي لذيذة وهتجوز وعط في بيت جوزي وهبسط وعمل أغير الكنبة زي ما أنا عايزة ألا فريد شعري زي ما كنا نشوف في الأفلام هلبس اللي أنا عايزة وهو يواف وهو جميل الولد كان كويس معيه يعني الحقيقة استوقفني في القصة أن الولد كان كويس معيه يعني أنا ما عنديش أي حاجة سلبية تجاه الولد لا أنا عندي سلبية عندي حكتين صغيرين تجاه الحما لا أنا عندي حكتين صغيرين في الولد نفسه في شخصيته أنه هو ما كانش دي بيوثق عقد الجوز أعتقد بين كوسين عشان المصاريف آه أوكي والنية المبيتة من الأول يعني أنا برضو مش حاسة أن فيه منطق في الحتة دي أو يا سالي أنه هي قبل ما تتم 18 سنة بشهور يلا 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 طب أنتوا سنتين ونص مخطوبين مش قادر تخليهم سنتين ونص وست شهور فيبقوا ثلاث سنين بس نعمل عقد جوز رسمي الست لما بتبقى قوية بطبعتها في الأرياف والصعيد وكده دي بتبقى استراتيجية هي حمد بيها نفسها وبانت بيها شخصيتها من ساعة موعد عدونيا وربة العيال وربة العيال فهي بتبقى رئيسة جمهورية البيت بشكل أو بآخر علشان ما يتبقاش الست المقصورة الضعيفة اللي جوزوها وهي صغيرة يعني فهمة لما بيبقى فيه مسلسل كده بيتكرر طول الوقت ففيه نوع من الستات بيلحق نفسهم في وقت معين وتعرف بعد الجواز بكم شهر تسيطر على الراجل طب ازاي تحكيت على بنت كده؟ فهي الستة دي عملت الشخصية دي الأول مع جوزها اللي هو حمى البطلة بتاعتنا وفي نفس الوقت هي عارفة هي عاملة ايه ومشية البيت ازاي وان هي مقد ايه من جوها ستة جبارة يعني هي مسلت في الأول؟ فخافت على ابنها انه يتعامل فيه زي ما عملت هي في حياتها واو اوكي يا جماعة انا بس اتنى احطلك البازل في مكانه ارجوكي ده اياني انا برضو قراءتي للقصة اوكي انا برضو اشرح الشخصيات عشان قالت له مراتك ليه انت بتسمع كلام مراتك ليه عمل لك عمل ولا يممشيك ليه بالزبط وانه النهاية اسهول انسان يا بنتي بيعمل ايه انسان بيحكم او بيشوف من حاجة من اتنين ما لهمش التالي ايه بقى يا اما من خبراته وطباعه ونفسيته اللي محدش يعرفها غيره وكل الصدمات والحاجات اللي مر بيها في حياته فبيدير الحياة وبيحكم على اخرين من خلال اللي هو عمله في نفسه وفي الناس او طب اوكي النوع التاني النوع بقى الكويس اللي هو بيحكم بحيادية بيتعامل بحيادية اللي اتحرم منه وما يرحم الناس فيه واللي عنا منه ويرحم الناس فيه فاهم قصدي ده نوع ربنا ايه ده اللي وفق للشيء بيعطيه يا ربنا يزوقنا بيه كلنا في حياتنا يعني انما النوع الصعب جدا هو الشخص اللي طول الوقت عايش بيدير الحياة من خلال نظرته هو عقده وقلمه واحقاده وغيرته وغله ومخوفه وهلوسه والحاجات اللي خايفة انها تحصل وما حصلتش لسه ليه لما ابو سانيه اعرف انه اكيد هو قرم مش هتسه ليه ما اكلمش الست قال لا تعالى خده لعافش وعمله كده بدلا ما الراجل التاني يعني اللي هو ابو جزه المتوفي عمالي ماطل ويقول ام بسي ابو جزه المتوفي ده احنا فهمنا لما هوش اي شخصية طب ما نكلم بقى ام وبقى نكلم ام الولد ونخلص احنا باتي عايزين نمسك حتة حتة الاول احنا باتي عايزين نفهم البطلة بتاعتنا انه حماكي دي عندها مشكلة نفسية جبيرة جدا وبتاجي المشكلة النفسية دي هي خاب وهي قدارة حياتها بجبروت الماء عشان كده حماكي مالوش اي تلاتين لازم مالوش شخصية هي الراجل وبعدين انا بقول للبنت دي برضو البطلة بتاعتنا مفيش يعني علم النفس بيقول وعلم الانسانية وكل العلوم والاديان واي حد في الدنيا سمع او عاش قصة ان حد ابنه مات ماينفعش خلص يعمل كده او انا محتاج اعرف معلومات اكتر واضح ان هي معاش هي متعلمة ولا لا انا ما حسيتش انا ما حسيتش كده بردو انا كمان اتلاقي وقت الاي مسمعناش كلمة مذاكرة مسمعناش كلمة شغل هو هيدفع جامعة طبعا لا بس خلاص فانا عايز اقول انه التعليم يا جماعة متاح مش شرط اخش جامعة لا يعني انا عايز اعرف نفسيا ايه عشان بعد كده معاي الرأي القانوني عايز اسمع قانونيا ايه نفسيا دي عاملة ازاي دلوقتي دي طبعا يعني لا هي طفلة ولا هي مادام ولا هي انسانة ولا هي اي حاجة خالص هي تم يعني تدميرها تدميرها على مراحل يعني هي كانت ممكن تبقى جوازة 18 سنة وده اوكي على فكرة 18 سنة لشهرين تلتة مش مشكلة لكن في الاخر هي اتهانت طبعا وعاشت في فقر وعاشت في عوزة يعني ايه واحدة تقعد ينقل من لرأكل نا وفي صدمات امل يعني ايه بتتهان من حماتها بدون سبب ايوة ويعني ايه اهل جوزها مش يتحملوا معها بدون سبب يعني ويجي زع لمامتي في بيتنا ويعمل انت بتعمل ايه بتعمل كل حاجة غلط انت واهلك هو على فكرة حكاية خناءة مامتو دي امامتها دي يعني انا مش حاسة انها حاجة كبيرة دي وجهة نظري ليه ليه بقى لانه طبيعي انه هو مطحون تعيه برضو الله يرحمه يعني نحط نفسنا مكانه ده شاب عنده عشرين سنة اه فهي خرجت تربية بسيطة بيتي مقفول عليه ام جبارة متصلطة بالطريقة دي فهو قاعد طول الوقت في الصراع ايو بس يأمل الاصول اصول يعني حد ما عدي متعصب يتعصب على حماية وحماية والاصول اصول هو اتعصب اما كلنا ممكن اتعصب يا بصي الغضب ده بسي عكبار ماشي يازم نمسك هتجنبك وامشي هو حاسس انه مضغوط هو طول الوقت لان هي قالت في الرسالة انه هو كان دايما بيصالحني بعد ما امامته تيجي علي بعد كده لا انا ما بقال ويعمل نفسه كده وكده انه هو معها بس هو بي فهو الشخص اللي هو ده بيسافر من بلد لبلد كل يوم عشان يروح شغله وبيصف ترت تربع دخله في المواصلات وبعدين ييجي عشان بدل ما يرتاح ويعيش حياة كريمة عمراته اللي بيحبها وبتحبه الدنيا وتبقى لطيفة فتطلح مامته تنكد عليه عيشته كل شوية وبعدين هو عنده احساس بالتقصير تجاه مراته وتجاه الفلوس وتجاه كل الاطراف لما تبعت له بقى يعني لما تبعت له بقى حمايته وبعد كل ده وتضغط عليه زيادة انت عارفة فيه اخذ الحق حرفة يعني في الوقت الصح وبالطريقة الصح امتى امتى وفين واقوي اي واحكمي ويبقى زي ابني وابعت لهم انا اكلة وعندي امكانيات يعني مش برضو اي اقول له اديها عشرين جميع يعني انت قلت نفسيا خلاص هتساعديه هساعدها واخدي بالك لما تقولي الواحد اديها عشرين جنيه ويقولك كتير علي انت بتحسسيه بالدنيا يعني قديه مش قادر يكافي بيته اه قديه انت يعني غلبان قوي انك مش قادر تدي مراتك عشرين جنيه في اليوم يعني هو كان قهر اه طبعا الولد ده انا حاسة ان الحادثة دي يعني رحمته من القهر اللي هو فيه ده انتهكت رجلته وانتهكت انسانيته ولا عارف يعيش قصة حب ولا عارف يعيش يعني انا انا التماثير والاعزار بس عايز عرف هناخد حق سناء ازاي من اهله اوكي شفت قد ايه مشاكل من جواز القاصرات بقى حكيلي هي مشاكل كتير طبعا وبيتبقى منتشرة زي ما قالت الدكتورة اامل في الاقاليم والارياف والمجتمعات البعيدة شوية وهم بيعتبروا جواز البنات سطرة زي ما تقولون رقامل قالت وفي نفس الوقت بيعتخلصوا من اهل مادي والاجتماعي وكده ايه بس لازم تبدأ فورا برافع دعوة اثبات علاقة زوجية واثبات حقها في المراسل من الزوجية المتوفي وبتقدم اصل العهد العرفي بتقدمه فين بقى اه والمحكمة بتحل الدعوة لسماع شهود الاسبات والواقع وبالتالي بعد ما تتأكد من توفر ارقانيز عقد الزواج من اجاب وقبول واشهار بتحكم باسبات العلاقة الزوجية وبتحكم لها بمراسل الشرع بجوز والمتوفي طب بتاخد وقت قد ايه لا القضاء المصري الحالين القضاء النزيه بيتمجيز بالعدالة النجزة فبتاخدش وقت كتير حياني حاولي 3-4 شهور لو البنت جت وزي ما بيقولوك كده وعت في عرضك ان انت تتبنى الحالة دي هتعمل لا طبعا يعني هي مرحب بها في اي وقت على راسي وجدعين هنقف جنبها طبعا مرسي جدا يا زين بقى نسمع كمان ايه رأي الدين اوكي معنا مدخلة هاتفية مع رجل الدين الشيخ ياسر عبد المنعم كبير ائمة بوزارة الاوقاف السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله أهبر حضرتك ايه على راسي وتسلامني الحمد لله رب كون بخير والف مبروك الله يبارك في حضرتك وتدعي لنا الله يخليك يا رب ربنا يخليك انا عايزة بقى اسأل حضرتك بقى هل الجواز اللي هم بيعملوا ده اسمه على السنة والجواز ده حلال نعم اتكلم اه ولا فيه تاني فيها سئلة تانية لا هو ده انا عايزة اعرف عشان يسمعوا وبيعملوا ايه في بناتهم لا من ناحية الشرق هو حلال عشان في ايش هو الجواز العرفي اذا اكتمل الأركان فهو صحيح شرعي الا وهي الخلو من الموانع الشرعية يعني ايه الخلو من الموانع الشرعية فيه خمس أركان للجواز من ناحية الشرعية اما من ناحية القضائية او القانون فدي حاجة تانية اما من ناحية الشرعية اذا اكتمل اركان اركان من المحارم يعني لما ينفعوش المحارم او تكون اتجوز واحدة متجوزة او اتجوز واحدة متطلقة ولسه العدة بتاعتها ما خلصتش او واحدة جزها مات والعدة بتاعتها ما متاهدش ايه يبقى الخلو من الموانع الشرعية دي اول حاجة اه تاني حاجة اللي يكون الجواز بالغصب يعني يكون تحت التهديق مش مش غصبنا ايه تاني يا من اللين يكون فيه إجاب ويكون فيه قبول اه رابع حاجة ان يكون فيه مهر لابد ان يكون هناك مهر المتفقون علي خامس حاجة ان يكون هناك الولي وان كان سيدي ابو حنيفة لا يشترط الولي اذا كانت البنت بالغة يعني عندها واحد وعشرين سنة ايوه او سيد اي تقدر تجوز بفسها قبل كده ايوه جواز تقدر تجوز بفسها بهذه الاركان يكون الجواز انا بس اعلك بس على حاجة مولانا حاجة صغيرة حتى لو الجواز ما بيضمانش حق الزوجة ده ده حاجة تانية انا بس وده السؤال بقى هل ده حلال ربنا ونعمل كده في عيالنا لا طبعا التجربة والواقع والمشاكل اللي بيجينا يعني انا بيجي لي مشاكل بهذه منرخص عيالنا للدرجة دي وبنقول ان احنا يا جماعة بنسطرهم وبنعمل شرع ربنا بص اقولك الحاجة اوله انضاء ونهايته ضياع شكرا انا بشكر حضرينك جدا انا كفاية عليا دي انا كفاية عليا دي انا بشكرك يا مولانا نورتني وتسلملي وعلى راسي وضياع بس احنا بنحاول نلم عشان احنا هنا في قصة حقيقية ويبقى مولي رأيك بقى ايه نخلص القصة دي على ايه يعني اخر حاجة عايزة تقوليها للأهالي عايزة تقوليها للسناء نعمل ايه طيب الأهالي انتو مش هتبطلوا وتعملوا كده لكن على الأقل يعني اضمنوا حقوق بناتكو علشان يعني مثلا اهم حاجة في القصة دي اول ما خلصتها الحمد لله انها ما خلفتش يالله صح يا امل اوكي يعني اول حاجة كنت عايزة اقولها صح انه الاحمدي ربنا ان انتي مش حامل انا خليك انتي تقوليها الكلام ده في التريفون عشان عارفة اني هتطلبك تأكيد لان تخياري بقى الوضع ده لو كانت حامل ولو كانت بقى او كانت خلفت ومش عارفين نسبتنا ومش عارفين يثبتوا النسب كمان محدش يسكت على حقوقه يعني في حقوق لا يجوز التنازل عنها زي ايه زي المؤخر والنفقة والمراس يعني واننا ما بقاشت للغفص دي شرعا لا يجوز اني اتنازل عنها يعني دي حق ربنا ده قرآن وشرع ونصوص واضحة وصريحة فاللي حياكل الحقوق دي يويلوا من ربنا في الاخرة وستاكت عن الحق اشتنا اخرس وبعدين فين دور اهلها لا احنا دول دور عايزين حلقات فين دور اهلها انا عايزة بقى البنت خلاص الاهالي خلاص انا احنا بنحاول ونوعي بس انا عايزة الحق بقى اللباز يا ست البنات قبل حاجة تعمليها ان انتي اعرفي ان دي قصة حصلت في حياتك عشان تتعليمي منها شيء بس وعشان ما تعمليش كده ان شاء الله في المستقبل في ولادك وعشان ما تسمحيش لحد تعرفي كان لكي اخوات ولا او انتخالة ولا جارة ولا ما تسمحيش ان ده يحصل في اي مجتمع حواليك يعني خليك انتي تتعلمي وتعلمي اللي حواليك من هذه القصة بس انا هخليها تكلمك انا بشكرك وانا بتبناها وليلها يعني انا بقول اخر حاجة انا والله هاختم بيها فعلا انا مسؤولة عن انها سلامها النفسي بس وانا مسؤولة عن كلامي ويعني كروغ قصة حقيقية كلنا مسؤولين عن كلامنا لو عايز توصلي لدكتور امل احنا هنعمل كده وعمرنا مرجعنا في كلامنا استنيني بعد الفاصل واستنونا بعد الفاصل الارقام الرسمية بتقول ان عدد الاطفال اللي عمرهم اقل من 18 سنة في مصر 39 مليون طفل منهم 117 ألف طفل وطفلة متجوزين ومطلقين متخيلين وده مش كلامي ده كلام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى اللي قال ان 117 ألف طفل في الفئة العمرية من بين كم 10 ل 17 سنة ياما متجوزين ياما سبق ليهم الجواز ولما رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى حالات الزواج المبكر في سن 12 13 14 سنة لان فيه 1000 طفلة مطلقة اسمعوا الرقم كمان مرة معلش 1000 طفلة مطلقة متخيلين رغم ان القانون المصري بيمنع جواز القصرات مفيش فايد وحدد السنة القانونية لجواز البنت من وهي عندها 18 سنة ما تبقاش قاصر تبقاش قاصر زي ما بتقوله بس اللي بيحصل في بعض الأرياف والأقاليم إن الأهالي بيجوزوا أطفالهم عرفي قبل ما يوصلوا للسنة القانونية ويجيبوا مأزون يحضر الجوازة عشان يخلوها شرعية سنة كده قدام أهل البلد وتبقى على سنة الله ورسوله وهو نفرح بيها ونسطرها وفي كذا مأزون من الناس اللي هما ضعاف النفوس بيقوموا بتزوير الأوراق الرسمية وشهادات الأطفال عشان يعملوا إيه يدوم سنة أكبر من سنهم ويجوزوهم ويخلوا الجواز رسمي وقانوني ما بتخلصش ما فيش فايد هيكمله كده والغاية دلوقتي عايز أقول لكم إنه الغاية فترة قريبة كان القانون المصري بيجرم تزوير الأوراق الرسمية من غير ما يجرم الجواز نفسه يعني المأزون اللي هيزور أو بيزور في الأوراق الرسمية كان هو بس اللي هيتحبس لكن ما كانتش فيه مسئولية على الزوج والزوجة وأهليهم اللي بيفرحوا بيهم النهاردة بقى المأزون اللي بيتورط في إنه هو يعمل كده أو يخش في جواز قاصرات أو قاصرين بالتزوير بيتحبس وكمان مين بقى أولياء الأمور والحبس بيكون إذ أقول لكم إنه هو مدة ما تتقلش عن سنتين مع إمكانية طبعا إحنا نضاعف العقوبة ويا رب وبغرما ما تقلش عن عشر تلاف جنيه ممكن كمان توصل لحد خمسين ألف جنيه بس من وجهة نظري كل ده مش كفائي بدليل إنه إحنا هم مستمرين إنه قصة حقيقة جاي بعد مش عارف إحنا بقينا في سنة 2023 ما فيش فايد وفيه ألاف البنات زي سناء لازم العقوبات دي تتضاعف بجد والأحكام تبقى أكتر وتتشدد أكتر والغرامات تبقى بأرقام كبيرة عايزين نقطوا مستهم لو ده بجد الناس بدأت تشوف أبهات وأمهات بتتحبس هيبدأوا يتطعزوا عشان جوزوا بقى عيالهم ومصغرين كل هيكشوا ويخاف هيشاور عقله مليون مرة قبل ما يعمل خطوة زي دي حتى لو كان الأهلي بيعملوا كده بحسن نية هم فاكين هم بيسطروا بناتهم مفاهش مع إنهم زي ما بنشوف في القصص بيرمون في النار بيدمر مستقبلهم من قبل ما يبدأ أساسا هم لسه في سن طفولة يعني عايز أحكي لكم على حكاية كده وهي يعني إحنا عارفينها أو سمعناها أو خلينا حكيها تانية هي حكاية قصة حقيقية حصلت في المحاكم المصرية في يوم الأيام كان فيه بنت اسمها فرحة البنت دي صاحبت أشهر قضية نسب بسبب زواج القاصرات قصتها حصلت فين؟ في السعيد لما تقدم لها ابن عمها عشان يخطبها وهي لسه في تالت عدادي ما كانتش كملت 15 سنة أبوها وفق أعلى جوازها عشان طبعا يخلص بقى من من إيه عبق مصارفها والحاجات دي وبقى إيه ربي إخواتها التانين الخمسة وبسبب إن هي ما كانتش بلغت السن القانوني مأزون القرية جوزها جواز شافوي من غير أي توصيق لا رسمي ولا عقد ولا أي حاجة بعد الجواز فرحة ما كانتش مبسوطة ما حستش بفرحة مع جوزها وبنعمها بسبب إيه بقى؟ حاجات كتير منهم طبعا فرق السن الكبير ما بينهم كان الفرق السن تقريبا يا جماعة 15 سنة اتعرضت فرحة دي للبهدلة والشتيمة بنفس الطريقة زي ما احنا بتشوف السن أو السيناريو ما بيختلفش تسمعتوه دايما بيكون واحد لما حبت بقى إن هي تتطلق بعد ما بقى عندها 18 سنة ما كانش فيه ورق رسمي مؤسق لجوازها نعمل إيه بقى؟ جوزوها وطلقوها في الأوراق الرسمية في نفس اليوم بص النصاح بس الكارسة الكبيرة بقى إنها كانت حامل قبل الطلاق بكم يوم بعد ما حصل الطلاق والولادة رفض جوزها اللي هو ابن عمها ابن عمها إن هو يعترف بنسبة طفلة واستغل إن الطلاق والجواز اتعاملوا بتاريخ واحد وده معناه قدام القانون إيه؟ استحالة إن هي تكون حامل بس محكمة الأسرة حكمت بإيه؟ حكمت لفرحة بحكم كان الأول من نوعه حكمت بصحة نسب الطفلة من ابن عمها فرحة اللي هو الجوزها أو طلقها ده إزاي بناء على تحليل البصمة الوراثية أو الـ DNA وشهدت الناس اللي حضروا بقى الجواز العور فيه وقالوا إن فرحة يعيني وقتها جوزها دمر حياتها وإنها قبل صدور حكم المحكمة فكرت في الانتحار وكان كذا حد سمع الموضوع ده شفت يا سناء وصلت لإيه؟ شفتوا يا أهل سناء خلاصة بقى كل اللي بيعملوا كده في بنتهم بتعملوا في بناتكم كده ليه؟ وبنتكلم في الإعلام وبنطلع نحكي وبتاخدوا كلامنا أي حاجة أنتم مش فاهميننا أنتم مش شبهنا أنتم مش طبعنا طب ما حتى لا بنحاول نهلكم أشاكلكم وبنحاول نبسطكم وبنحاول نخليكم تعيشوا عيشة حالو على قد ما نقدر وبنوعي لو ما كانش حد توعى زمان بنحاول نوعي دلوقتي ده دورنا بتعملوا في بناتكم كده ليه؟ بتضمرهم للأبد مش بناتكم بس بناتكم وعيالهم ممكن عيال عيالهم كمان سبكم من القانون والمحاكم طب جسمها الطفلة دي 10-12 سنة يستحمل تتبهدل وتتشوه كده إليك ده زمان زمان كانت تقوم تطبخ الفرخة وتتجاوزه دلوقتي مش كده روحها بتتطفي حرم عليكم نفسيتها في الحديد كنتوا رفضين في الأول انتوا تتجاوزوا بنتكم عارفي طب رجعتوا في كلامكم ليه؟ طب كان إيه ليضمن ان جزها وآله يلتزموا بقى بوعدهم وان هم هيعملوا عقد الجواز ده ويوسقوه بعد ما تتم التمانتاشر واخدين عليهم ايه؟ بعد ما تتم التمانتاشر مات أهو قبل ما يموت برضو كان فيه ولا عفاك كلامي يعني هم هم غيروش كلام هم معاك وهم زي ما هم ماشيين ما شاء الله على نهج واحد على اللوع ممكن يكون كالناوي كمان ان هو يطلق بسبب تدخلات أو خناءات أو المشاكل بين والدته وسنة ساعتها بقى كانت تتبقى مشاكل ملاش آخر ليه؟ عشان تثبته انها اتجاوزته أصلا ما طلقها تم منفوق بقى فكرة حلوة لا بتفرحوا ببناتكم ولا هم بيفرحوا ولا بتسطروهم لو ربطوهم كويس هتبقى مسطورة وكل اللي بيحصل بيكون خراب جواز بنت صغيرة يعني إلا ضمير يعني جريمة سنة انت صعبا علي قوي مش اتي وراهم جربت يكوني طيبة وموطيعة برضو مستسلمة منترسة صغيرة يعني مش فاهمة اللي بيحصل دلوقتي وفرحانة معاهم دلوقتي انت كبرتي وفوقتي صح؟ تعلمتي دفعت التمن غالي قوي بس احميدي ربنا ان لسه في فرصة وامل انك تلحقي نفسك وتغاري حياتك بعد الكل اللي مريتي بي ده دلوقتي انت تبانتاشر سنة مش صغيرة تبانتاشر سنة الحاجة بقى اللي هتسندك ان يكون ليكي شهادة ده بجد مش كلام تعرفي تصرفي عن نفسك تعرفي تجيب القرش بتتعبي فين يبقى ليكي حلم يبقى ليكي هدف من كلامك بيتيقلي طبعا ما تكملتش تعليمك هتعمليك كل ده ازاي ده كان بيتخنق عالجامعية هيدفعلك فلوس الجامعه وقاله لازم تكملي لازم يبقى معاكي شهادة مش كلامه خلاص حاولي تشتغلي لازم يكون ليكي كيان تكوني حاجة عايزت بي ايه فكاري هتعيش ضحية كتير خلاص اللي حصل حصل ناس تانية اختارتلك او الدحك عليكي او حصل ايه حاجة او انتي نسقتي وراهم لانهم اعز مليكي شفتوا عملتوا في بنتكو ايه دلوقتي تاني بكررها بقينا احنا اللي تحت درسهم بيبقى تحايل عليه ياخد العفش عشان يثبت انه كان بتجاوز بنتي اغلى ملايه فكروا الف مر ويا سناء ما تستسلميش تتجاوزيش تاني بسرعة فكاري 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 الانسان يمشي في سكة غلط ويشوفنا دي جتا قديكي جربتي يرجع تاني بقى يمشي في سكة مختلفة ويفكر الف مر سمعتي معانا كلام الدكتورة وسمعتي كلام المحامي سمعتي كلام فضلت الشيخ طبعا نصيح دكتور أملا بحبها جدا وانتي عارف ودي نيك كلمت معاكي شوية وعلى قد مقدر وحاولت واعي شوية اهالي يا ربي يا ربي يعني يكون جيب فايدة هستنى منك رسالة تتعمنيني فيها عملت ايه هستنى من كل تفرجوا علينا يقولوا لنا حطوا نفسكم مكانها هل بيحصل ده حواليكو بقى ولا لا انا عارفة ان في ناس كتير جدا في الصعيد او في الارياف او في الاقاليم بتتفرج علينا عايزة اسمع وعايزة اقرأ ميسجز بعتونا على فيسبوك تويتر انستجرام على كل حاجة تقدر توصلنا بيها للبرنامج واتساب هستنىكو في حلقة جديدة وقصة تانية بقى ابطال تانين بس تكون قصة حقيقية بي بي